شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم ختامة بطولة وزارة الداخلية الرابعة للرماية الأولمبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة رئيس الاتحاد البحريني للرماية وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ومعالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية وسعادة اللواء عبدالله الزايد المفتش العام وسعادة الشيخ حمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني للرماية وقد تفقد معالي الوزير والحضور الكريم ميادين الرماية واطلع على التجهيزات القائمة فيها والأسلحة والمستلزمات والمعدات الخاصة بفرق الرماية بعدها شهد معاليه جانبا من المباراة النهائية مشيرا بالمستوى التنظيمي المتميز والروح الرياضية العالية والمنافسة الشريفة بين الرماية المشاركين في البطولة والتي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرماية في الفترة من السادس وحتى التاسع من فبراير الجاري وأكد معالي الوزير أن الرماية من الرياضات الأصيلة التي نعمل على تشجيعها وزيادة انتشارها حيث تتطلب مزيد من التركيز والقوة والدقة وأصبحت جزءا أساسيا في الكثير من البطولات والمسابقات معربا عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الاتحاد البحريني للرماية على دوره المتميز في إنجاح بطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية والتي شاركت فيها كذلك قوة دفاع البحرين والحرس الوطني من جهته أعرب العقيد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام عن وافر الشكر والامتنان لمعالي وزير الداخلية على الدعم والرعاية الكريمة التي يحظى بها الرياضيون من متاسبي الوزارة والذي كان لها الفضل في تحقيق إنجازات رياضية رفعة في كافة البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية وأشار إلى أن ختام بطولة وزارة الداخلية الرابعة للرماية الأولمبية يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والمسابقات التي أقامتها وزارة الداخلية بمناسبة يوم البحرين الرياضي تجسيداً لاهتمام معالي الوزير ودعمه لكافة الفرق الرياضية بالوزارة الأمر الذي انعكس على إنجازاتها خلال العام 2022 حيث تم تحقيق 168 ميدالية ملونة على المستويين الفردي والزوجي وقد تفضل معالي وزير الداخلية ومعالي رئيس الاتحاد البحريني للرماية بتتويج الفائزين في مسابقات البندقية المسدس القوس والسهم حيث هنأ معالي الفائزين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في المسابقات والبطولات المقبلة بعدها قام معالي الوزير يرافقه الحضور الكريم بجولة في معرض الإنجازات والأسلحة القديمة والذي يجسد الإنجازات التي حققها الاتحاد البحريني للرماية مشيداً معالي بما يحمله المعرض من مضامينة تاريخية في مجال الرماية والوصول إلى هذا المستوى المتميز من الإنجازات والتي تعكس دور الاتحاد البحريني في الاهتمام بتطوير هذه الرياضة الأصيلة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر